السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهار دا عندنا رواية جميلة جدا رواية غيرت حياة الناس كتيرة للأفضل الرواية اسمها الخيميائي طيب من الكاتب مهم او نعرف الكاتب بقوله كويلو الراجل دوت كان كتب أغاني وأغاني اشتهرت واشتغل مخرج مسرحي واشتغل كتب شغلنا بس ما كانش سعيد كان حاسس ان في حاجة نقصة كان مش حاسس ان هو ده اللي هو عايزه فقال لك انا هكتب روايات وكتب ثلاث روايات ومحقوش النجاح وبعد كده كتب الخيميائي ولما كتبت واو ما حادش اشتراها وما حادش سمع عنها خالص لدرجة ان النشر قال له خد حقود طبعا مش عايزها ونشور في اي مكان انتاني بايد عني لان الرواية فشلة وما فيش حد اشتراها فراح رايح لواحد تاني ونشرها واصبحت من اهم الروايات في الادب البرازيلي والترجمة التقريب الاغلب اللغات في العالم كله واصبح راجل مشهور جدا واصبح هو ده النجاح بتاعه واصبح هو كده حق هدفه ويوصل للكنز اللي هو عايزه الرواية بتدور حول النفس كده يعني هو تحس ان رغم ان الاحداث دي فيه جزء منها حصل بعد الرواية الخيميائي بس هو الرواية كان بتتكلم عن كده الرواية بتتكلم ان انت ليك هدف لازم توصل ليه لازم تساعدين ما تتكسلشي الرواية بتحكي من غير ما نفسدها عن راع غنم بسيط جدا وعيش حياته ومش في النغايحة خالص كل يوم بيصحب بير على الغنم ويجي وينام ويقص لها الحاجات اللي عليها الشعر اللي عليها ولا الوبر ويبيعوا وخلاص على كده فحلم ان فيه كنز لازم يوصل له موجود تحت الاهرماط طب انا موجود في اسبانيا او الاندلوس اللي بدين لحد هناك رحلة كبيرة جدا هل لو سافر فرح مطنش تاني يوم حلم نفس الحلم فقال لك بس بقى ده كده خلاص لازم حق الحلم بتاعي فبيقابل واحد بيقول له ان هقول لك على بعض الحاجات ساعدك في ان انت حق صورتك الذاتية وفعلا بيبدأ يمشي المسيرة بتاحته ملاقاش طيارة توديه لا لقى عقوبات طول الوقت عقوبات لقى طول الوقت مشاكل وفي الاخر بيوصل ليه الكنز بيزبح حكيم مش بس كده لا فعلا بيلاقي الدهب بيلاقي الفتاة اللي هو بيحلم بها طول عمره تمام فاصبح سعيد جدا لانه حق اهدفه كل شخص فينا لينا اهدفه بس اغلبنا وكلنا تقريبا من ده خش في دومة الحياة بنسحى من هنا بنروح هنا من ملل فلو انت خرجت من الملل دوت وخليت حياتك كلها هي الحاجة اللي بتحلم بيها تبا كواس جدا يعني لو واحد حلم حياته مثلا انه يشتغل دكتور في جامعة وخلي ده حيلمه فعلا وسب كل حاجة وبدأ يسعل تحيل حلم ده ونجح وعاش حياته سعيد تمام زي الفل واحد حلم حياته مثلا انه يشتغل مهندس كمبيوتر واحد حلم حياته انه يعمل ابحاث واحد حلم حياته انه هو لما تجي ببص على تير السيار ذاتية هتلاقي مثلا نحمل عليك لهي ما كانش شغال في مختبر ومرة واحدة لقى نفسه بطل عالم في الملاكمة لقى ده من هو صغره واحد سرق العجلة بتاعته فكان عايز يضربه فظابط المرور قال تعالى تعالى علمك واصبح شغفه كله انه يبقى البطل وبدأ يسعب كله قوته انه هو يبقى بطل عالم في الملاكمة ناس كتيرة كان عندها حلم كل اللي بقى اصبح ملياردير عنده حلم ما كانش عاد بيع القهوة ولا الح فلوس دي في القهوة بتاع لقى عنده حلم وبيسعى ليه وشغف به فلو انت عندك حلم ابدأ يسعى فيه حتى مش لازم حياتك كلها تبقى في الحلم دوت بس يبقى جزء منه يعني مثلا في واحد كان بيحب القراءة جدا مثلا وقال لك انا حاول لخص القطب ده او عملها فيديوهات او 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 هو مكمل في حياته العادية بس هو سبحان الله بقى سعيد جدا بالوقت اللي بيقضيه في الحاجة ديت في واحد عرفه بيحب مسلا يعلم الاطفال يعني هي مطعة حياته ان هو يعلم اطفال فسبحان الله الساعة اللي بقى ده مع الاطفال دي بتخليه سعيد طول الشهر كل الناس بتقبله تقول انت تغيرت بقيت سعيد بقيت مبتسم لان هو قدر يوصل الكنز بتاعه وقدر يحق الحاجة اللي هو بيحبها واحدة على واحدة بتبقى دي حياته هيسيب الشغل الاساس بتاعه ويتجل الموضوع دوت وبالطريق بشبه مليان ورد لا هيبقى فيه شوق يعني مش هقول لك الحياة وردية واول ما هتسع هتلاقي يكون كله لا انت انت لازم تبقى عندك رغبة قوية وتتحدى كل الصعاب وهتلاقي بعد كده كل حاجة بتحقى لك الرغبة بتاعتك دي هتلاقي سبحان الله حد ما سلا بتصل بيك نحنا عايزين كذا لانه عارف ان انت شغوب بالموضوع دوت فاول ما زهرت قدامه اتصر بيك declaring لازم يبقى عندك الشغف ووووو satu ويبقى عندك تكون مكتوب ولازم Water ووووو ا man ف complexes لانه حلم يتمدعهLab مش هو dه الحلم الحلم ان انت تبقى صاحب الشركة الحلم ان انت تبقى عندك اتفاق ذاتي ماد ي ان انت تسعد الاخري ان انت تکرنا حاجة طوعية ف– طول ما انت بتقرأ بتلاقي فيها فواية كده او فيها حكم او فيها معلومات قيمة بس بسطوب قصصي فامتنسهش منها وتشوف الرجل ده حق حلم طب ليه انا محقاش حلمي طب انا حلم ايه اصلا هل انا حلم ليه حلم معروف ومكتوب ولا لا انا ماشي وخلاص طب اذا ماشي وخلاص لا احسن لك كده يعني ايه ايه ترابيز اقعد عليها كده وهتورق قلم وابدأ اكتب انا رايح فين وجاي ابنين وايه ايه هدفي يعني قلس في الهدى العجائب اول ما دخلت بيسولوها بتقول لهم اروح فين فبيقول لها انت عايز اتروح انت المشوار بتاعك فين هتقول لهم انا مش عارف انا وخلاص انا مش في اي سكة هتوصل لانت عايزها لان انت مش محددة الهدف بتاعك فلا يجب ان يكون عندك الهدف واضح لو انا مثلا في سنوية عامة ومحدد انه اطلع الاول على الكلية فاي حد هتصل بي اقول لي تعال اتفرج ده فيه ماشي كذا وكذا اقول له انا مماليش في الكسط دي انما لو انا معنديش هدف ومكتوب. ومشتت داه ده هيساعدني كتير جدا اا اا حاول تحقق استورتك. تكون اه high-class احضر على كل من انت تظهر عليها كل انوا مثل عنده اطلاق رهيبة جدا. وبما ان انت اصلا مهتم بالموضوع دوت وعملت تدور على حاجة اللي اتغار حياتك وكتب فأعتقد لك اسطورة وهدت الحقيقة ان شاء الله ونفرح بيك بان شاء الله ريب ان اسمك بقى موجود اكثر الشخصيات المؤثرة في العالم ان شاء الله